بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم قل إن هدى الله هو الهدى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن يوفقكم لزيارة الإمام الرضا عليه السلام وشفاعته في الآخرة نحن في هذه الفترة وفي الفترات الماضية وفي الفترات اللاحقة نعيش في صراع فكري رهيب هذا الصراع الفكري لم يكن وليد اللحظة وإنما هو صراع يمتد جذوره تمتد جذوره إلى بداية بعثة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله لأن الإسلام امتاز عن غيره من المناهج بأنه دين العقل والمنطق والفكر ولذا من اليوم الأول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والقرآن الكريم بنى الأمور على المنطق والاستدلال والبرهان والإقناء لذا إذا أنتوا تلاحظون القرآن الكريم ترون أن القرآن جميع الإشكالات والشبهات التي كانت مطروحة في زمان نزول الواحي ذكرها وذكر الإجابة عنها وكذلك إذا الإنسان يتدبر في القرآن الكريم ويتأمل يجد أن جواب جميع الشبهات جميعها مو أكثرها جميعها موجود في القرآن الكريم حتى الشبهات الحديثة الإشكالات الجديدة إذا واحد يتدبر القرآن الكريم يجد أن جوابها موجود في القرآن الكريم غير الشبهات الأحكام الشرعية إذا واحد يتدبر ويتعمل في القرآن الكريم يجد أن أي حكم من الأحكام المذكور في القرآن الكريم القرآن أيضا ذكر علة ذلك الحكم ولو بشكل مختصر سواء من الواجبات أو المحرمات يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله دليل لحرمة أو تحريم الخمر والميسر يعني القمار بالنسبة إلى الصلاة بالنسبة إلى الصوم بالنسبة إلى الحاج ليشهدوا منافع لهم أقم الصلاة لذكري بالنسبة للصوم لعلكم تتقون كل الأحكام الموجودة في القرآن الكريم علتها هم مذكور سببها هم موجود لماذا لأن الإسلام دين المنطق بنى أساسه على الاستدلال وعلى البرهان وعلى العقل هذا من جانب من الجانب الآخر الذي ذكرنا جميع الإشكالات والشبهات موجود جوابها في القرآن الكريم من اليوم الأول المناوئون للإسلام وللقرآن الكريم أيضا كان دابهم إثارة الإشكالات والإشكاليات والشبهات وإلى يومنا هذا فصراع فكري موجود بالأساس هو مو صراع عسكري ولا صراع اقتصادي ولا صراع اجتماعي طبعا جميع هذه الصراعات موجودة لكن الصراع الأساسي هو الصراع الفكري ولذلك تجد القرآن الكريم يهتم بالعلم وبالعلماء وبالمنطق وبالفكر وبالتأمل وبالتدبر وما إلى ذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء واعتماد كبير موجود وتعليم لوسائل العلم ولذلك تشاهد أن أول آية نزلت على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله اقرأ قراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم القلم والقراءة والكتابة وما إلى ذلك زين بعد هذه المقدمة نأتي إلى البحث وهو أنه نحن نعيش الآن في عراق اليوم وفي العالم الإسلامي الصراع فكري رهيب وهذا الصراع الفكري الرهيب يزداد يوما بعد يوم والطرف المقابل له أدوات ووسائل أكثر وأقوى وأكبر الطرف المقابل خاصة للغرب إلى الإعلام وإلى الرجال وإلى السلاح وإلى العملاء وإلى بعض المثقفين وإلى كذا وكذا 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 وكلهم بأسلوب دقيق دراسات مراكز بحوث تخطيط وما إلى ذلك إذا إحنا لن نفكر في تنظيم أمورنا وتنظيم برنامجنا الفكري الثقافي راح في المستقبل القريب نشاهد أن الوضع أسوأ مما هو عليها الآن واحد من المفكرين الكبار عنده كلام حول المسلمين طبعا هو من زمان ميت لكن كلامه لا زال نشوف صحيح كلامه يقول أنه جسم الإنسان إلى مناعة هذه المناعة أي فيروس أي ميكروب كذا يدخل في هذا الجسم الجسم يقاوم هذا الميكروب والحالات المرضية التي نشاهدها من الصخونة مثلا والأرق والوجع وما إلى ذلك هذا أكثر نتيجة الحرب بين الكوريات البيض اللي هي المدافعات عن الجسم والميكروبات فهذا الحرب آثاره يظهر بشكل حمى يظهر بشكل وجع يظهر بشكل أرق وما إلى ذلك ما دام الجسم إلى مناعة فالجسم في خير وحتى الأدوية في الواقع هي لا تقضي على الميكروب عادة الأدوية تقوي المناعة في جسم الإنسان يعني مثل عدة سلاح للمقاتل هالشكل تكون فما دام الجسم عنده مناعة قريب لو بعيد يتجاوز المرض لكن المشكلة في الوقت الذي الجسم يفقد مناعته هذا مرض السرطان أجاركم الله وإيانا منه شنو المشكلة اللي موجود فيه المشكلة النفس خلايا البدن تتحول إلى خلايا سرطانية يعني فت خلية واحدة سرطانية عندما تظهر هذه الخلية تؤثر على جوارها الخلايا اللي هي لازم تدافع عن الجسم تتحول إلى خلايا سرطانية فبالتدريج الخلايا الأخرى والأخرى 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 اللي يسموه انتشار المرض فيقول المشكلة أنه عندما الأمة الإسلامية هو طبعا تعبير الأمة العربية عندما الأمة الإسلامية إلها مقاومة فكرية للاستعمار بخير يبقى هذا الاستعمار مئة سنة مئتيان سنة كذا ما يقدر أخيرا يتم القضاء عليه لكن المشكلة تبدأ في حين أنه تتحول أفكار المسلمين إلى مثل خلايا التي تتقبل السرطان يعني تصير تقبلها الاستعمار الفكري موجود حين ذاك حسب تعبير يقرأ الفاتحة عليهم وهم الآن يشتغلون على هذه النقطة استعمار العسكري هم يدرون يوم يوم شهر شهر سنة سنت ينتهي لكن إذا صار استعمار فكري تبعية فكرية عبودية فكرية ذاك الوقت بالي يكون مرتاح هو هم ما موجود الجماعة يستمرون في طريقته فأكو تركيز شديد على هذا الجانب فترة في البداية قاموا يشتغلون ضد الإسلام وضد وجود الله سبحانه وتعالى وكذا بس هذا الأسلوب فشل أثبت فشله موجات تجي موجة الشيوعية جت شم يوم وانتهت خلاص طريقة الأسلم أنه باسم الدفاع عن الإسلام باسم الدفاع عن الدين باسم مقدسات الإسلام باسم مقدسات التشيع يدخل وكأنه مدافع عن الإسلام والتشيع وكذا وهو في الأساس يقضي على الجذور للشخصية المسلمة وللفكر الإسلامي زين إحنا الآن نعيش في هذا الصراع وراح يوم على يوم يزداد أكثر أدوات الطرف المقابل هم أكثر تخطيطهم عنده ويخطط لبعد خمسين سنة ومئة سنة ومئتين سنة زين إذا طالعون كتاب مذكرات مستر هنفر واحد يشوف قبل 300 سنة شلون مخططين واليوم ده يشوفون آثار تخطيطهم وبرامجهم لتمزيق الأمة الإسلامية على كل حال المشاكل اللي قسم منه شفناه في العراق وشفتوه كلكم إحنا عدنا فد نقطة قوة إذا هذه نقطة القوة نستثمرها ونشتغل عليها ونحاول أنه بعض أدوات الظاهرية هم نرتبها راح ننتصر في أسراع الفكرية وهو أنه كلامنا وفكرنا حق كلام وفكر الطرف المقابل باطل هذه نقطة قوة هائلة الله عز وجل في القرآن الكريم يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذه الآية تشير إلى ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف كما في التفاسير لأن الظهور يعني الانتصار الكامل كما في آية إنهم إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذم يعني إذا اتغلبوا عليكم ليظهره على الدين كله لحد الآن ما حاصل حتى في زمان قوة المسلمين المقدار المسيطرين عليها من العالم أقل من ربع المسكون من العالم زين هذا الأمر الآية تقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره شنو ربط الإظهار والغلب بما قبل لأن هاي لام لام العاقبة أو لام العلة يعني بالنتيجة والعاقبة هذا الدين راح ينتصر مثل فاتخذه موسى فاتخذه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن أي اللام يسمونها لام العاقبة يعني في بيتهم بالنتيجة النتيجة النتيجة أن موسى عليه الصلاة والسلام كانوا له أعداء ليظهره النتيجة نتيجة شنو أنه هذا دين الحق الهدى ودين الحق النتيجة الطبيعية للهدى ودين الحق أنه يتغلب لأن الصح أكفد مثلا ما يصح إلا الصحيح الصح بالنتيجة وبالنهاية هذه من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون أن الصحيح بالنتيجة رح يتغلب ولو بعد حين فأنت النقطة القوية اللي عندك أن كلامك حق وكلامك صحيح فإذا هذا الكلام الحق وهذا الكلام الصحيح والمنهج الحق إذا الإنسان تمكن من استعمال بعض الأدوات اللي موجودة لإيصال للناس بسه منبر مجلس كتاب محاضرة نشرة جريدة تلفزيون فضائية إذاعة سيدي شريط أي شي بس ضمن برنامج يكون لأن الأمور اللي مو ضمن برنامج قد تكون مفيدة لكن فائدتها تكون أقل ولكن الأمور التي ضمن برنامج فائدتها تكون أكثر فهاي النقطة موجودة أن كلامك صحيح بس هذا الكلام الصحيح ينبغي أن توصله لأنه إذا ما وصلته ذاكي الطرف المقابل إلى أدوات كثيرة مثل ما ذكرنا وتعلمون واختلاف الأدوات عنده زين إذا أنت ما عندك أدوات وذاك عنده أدوات الطبيعي يتغلب عليك لكن إذا أنت استعملت بعض الأدوات أن يكون منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين الصابر لازم يكون يعني عشرون صابرون مو قطرة أولا إحنا علينا أن نشوف أنه هذا الحق اللي عندنا شنو هو الكثير منا يجهل حتى في مساء الاعتقادات كثير منا يجهل لا يعرف ما قاري ما مطالع ما مفكر فلذا الطرف المقابل لما يجي يطرح فكرة ويطرح شبهاتها وعند على كل حال بعض النماذج اللي يكبرها وينفخ بيها زيان وشوي رفاح عندها وشوي مثلا على كل حال قدرة عندها ما إلى ذلك هو يتأثر أي واحد يتأثر به فبناء على ذلك إحنا لازم نرتب أمورنا هذا الحق نتعلم شنو هو ومن ثم نبينه نبينه للناس بمقدار عقولهم خاطب الناس على قدر عقولهم أو نحن معاشر الأنبياء ومرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم يعني حتى يفتهم وإذا افتهم افتهم لأنه حق رح يتقبل أنتم لاحظين مثلا السيد الأخ رحمة الله تعالى عليه سيد محمد رضا محاضراته كان لها التأثير ولا زال البالغ على الجميع من المثقف اللي حامل شهادة عليا إلى الرجل الأمي هاي يعني صفة نادرة وموهبة نادرة تتكلم بكلام من صاحب الشهادة العليا إلى الأمي هم يفهم الكلام هم يستوعب هم يتقبل شنو كان السبب في ذلك السبب يعني من الأسباب أنه السيد رحمة الله تعالى يطالع كثير يحقق كثير المحاضرة الواحدة مع أنه رجل عالم منطيق والخطباء يدرون يعني إذا واحد رجل شوي عنده معلومات ومنطيق حتى ارتجال أن يقدر كله لشيخنا وسيدنا صعد المنبر يقدر يتكلم يصعد يتكلم كلام يعني هم لطيف ارتجال لكن مع ذلك سيد ما كان عنده ارتجال المحاضرة الواحدة أقل تقدير عشر ساعات عشرين ساعة كان يحضر لها بعض الأحيان أسبوع كامل يحضر على لمحاضرة واحدة وتعلم وتعلم علوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام التأمل والتدبر في الآيات في الروايات واحد يستفيد منها أكثر وبعد ذلك بيانها بمقدمة بمؤخرة بشاهد بقصة زيان بكلام من خبير أو علماء علم النفس مثلا استفادة من العلوم الحديثة لإنضاج المسألة بحيث أنه أي واحد يسمع يشوف كلام صحيح إذا يريد آية من القرآن موجودة إذا يريد رواية موجودة إذا يريد من العلم الحديث موجود إذا يريد شاهد موجود من بعض الأحيان الإنسان الفكرة المجردة يمكن يتقبلها بس ما يقتنع بها إلا إذا شاف مثال وشاهد لذا الله عز وجل ذكر القصص في القرآن ذكر الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس لقد كان في قصصهم عبرة فواحد يتعلم والتعلم مو سهل يعني لازم واحد يطالع يصرف وقته يسأل يتعمل يفكر يتابع مجريات الأمور والتطورات الفكرية والحراك الفكري اللي موجود السيد الأخ رحمة الله تعالى عليه بعض الأخ كانوا الآن موجودين باستمرار أي مقالة فكرية جديدة موجودة للعلمانيين للملحدين اللي يرتبط نوعا ما بالدين في مواقع الانترنت فوران يسووها برنت يسحبوها يعني ونسخة منها كان تعطى للسيد للسيد العم حتى واحد يكون في مجريات ما يجري من حراك فكري باشر هذا الحراك الفكري رح يصير شبهة رح يصير كذا لما شبهة تنطرح إلى أن أنت تفكر وتروح تتحقق وتتأمل وتحصل للجواب يحتاج لبعض الحيان ستة شهور سنة خلال هاي الفترة انحرف ما انحرف وقيل ما قيل بس إذا واحد من السابق يكون مطابع للحراك الفكري يشوف وين الأمور تتسير يكون مجهز ومهيئ فالمطالعة مطالعة في الروايات مطالعة في التفاصيل القرآن التأمل في الآيات تفسير طبعا تفسير عن طريق أهل البيت ليس التفاصيل على كل حال بعض العامة كانوا يفسرون القرآن بآرائهم وأهوائهم وروايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام واحدا لا يشوف أن الطرف المقابل شنو يفكر يشوف أنه شنو الكلام اللي موجود عنده يفتهمه بعديا يشوف الطرف المقابل شنو يفكر يفكر في كيفية مقابلته اكو بعض جماعة عدنا حتى أكو بعضهم من الطلبة يشوف شنو الآخرون يفكرون بعديا يحاول أنه يأول أو يوجه الآيات والروايات حسب ما يفكر الآخرين الآخرون يعني الآن حقوق المرأة في الغرب كذا وكذا وكذا مثلا وتطبيل وتزمير وكذا عليها موجود وكل هم كذب زيان عندك آيات روايات ما أعرفي كذا إرث المرأة نصف إرث الرجل يعني عادة للذكر مثل حظ الأنثيين الرجال قوامون على النساء مثلا كذا وكذا وكذا ويحاول لو إذا بالقرآن يحاول يوجه إذا بالسنة يحاول أنه ينكرها من الأساس ليش لأنه مثلا الجماعة بالغرب عندهم في الطريقة خاصة في التفكير طبعا طريقة جماعتنا بالشرق خطأ يعني ظلم موجود كبير للمرأة هذا بين قوسين نذكره لكن المقصود أنه أنت تشوف شون الإسلام يقول افتهم اقتنع بي بعدين نشوف الطرف الآخر شون يقول واحد يفكر في كيفية الجواب عنه الله عز وجل في القرآن يقول ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم البعض يريد يقول أنه حتى الغربيين لا يحشون كذا 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 وهذا الله يقول ولن ترضى ولن لنفي التأبيد ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى اللي الآن حاكمين في العالم في عالم اليوم ولن ترضى عنك حتى تتبع ملتهم حتى تصير يهودي إذا صرت يهودي أو صرت نصراني أي ذاك الوقت يقول يا هذا خوش إنسان هذا يفتهم هذا مثقف هذا كذا وإذا ما اتبعت ولن ترضى عنك ولذا جميع المحاولات في تميع بعض المفاهيم الإسلامية إنكار بعض الروايات ما أدري تأويلات الباطلة لبعض الآيات كلها هذه محاولات فاشلة لا توجب أن يرضى عنك الغرب ولا الشرق بل إذا صرت مثلهم من أخمص من مشاشة رأسك إلا أخمص قدميك قدميك صرت مثلهم ذاك الوقت فع العموم في هذا الصراع الفكري الشديد نحن نتحمل مسؤولية كبيرة واحد يسيد باب بيته ويقول أنا إيش علي لا فالحديث الشريف لنحمل ذنوب صفهائكم على علمائكم يعني إذا فد واحد جاهل سفيه عمل عمل الذنب يحمل على رقبة العالم يوم القيامة وفد مرة واحد يشوف إلى ما شاء الله حامل أثقال على ظهره والآن ما سوتها يقولون هذا فلان جارك السفيه سوى هذا الأمر لا تزر وزر أخر يقول أنت سوشك لأن أنت ما علمت ما تعلمت ولم تعلم الإمام يقول يتعلمون علومنا ويعلموها للناس وهذا الذنب كما يكتب له يكتب عليك أيضا لنحمل ذنوب صفهائكم على علمائكم نعم إذا واحد أدى ما لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أو لا يكلف الله في آية أخرى نفسا إلا وسعها إذا أدى ما عليه خلص معذور بس إذا لم يؤد ما عليه في الحديث الشريف إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله يعني 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 العلوم اللي تعلمها من علوم القرآن وأهل البيت ورسول الله صلى الله عليه وآله يعلمها للناس يظهرها ولكن هذا الإظهار لازم يكون بثوب يقنع الطرف المقابل يفتهمه يكلموا الناس على قدر عقولهم كما ذكرت بعض الأحيان هناك بعض الخطباء بعض المحاضرين بعض الكتاب يذكر مفاهيم صحيحة بس ما يعرف شلون يذكرها ويكتبها فما تأثر بل لعله تأثير هيكون عكسي أفروض أنه يتعلم بأسلوب حديث مقنع يقنع الطرف المقابل حتى لأيما عليهم الصلاة والسلام كانوا معلمين أصحابهم أنه يسئلوهم ليش هذا هالشكل سؤال للتعلم مو سؤال للتعنت يكو بعض سؤال تعنتي ما يريد يتعلم لا سؤال معبضة واحد ما يعرف شي من يقول لا أعلم في الحديث الشريف وليس من العيب أن واحد يروح يتعلم إنما العيب أن واحد يبقى جاهل وأن يتكبر على العلم وعلى العالم فما يروح يتعلم هذا العيب فيه بعض الأحيان يكون حرام فإحنا في هذا الحراك الفكري هذا الصراع الفكري الأدوات اللي موجودة لا يقول آني بمعزل عنها لا حتى أبنانا حتى أحفادنا حتى أسرتنا حتى إحنا ما كو الآن تلفزيون في كل بيت قبل ما يوم يمكن ذكرنا لبعض الأخوة هنا كان أو في مكان آخر الأفلام اللي موجودة أفلام الكارتون مسلسلات هالأمور كذا كلها مليئة بمفردات الغزو الثقافي مادري نقلت لكم لو لغيركم واحد من أصدقان بحرين نقل لي أنه هناك منطقة في أمريكا هذه اللي تنتج فيها المسلسلات والأفلام المعروفة العالمية يسموها هاليوود هذه جميع الأفلام والمسلسلات التي تنتج هناك كان يقول السيناريو هذه يعرض على مؤسسة تابعة الكنيسة وهذه المؤسسة شغلتها طبعا خبراء مو قوترة يقحمون الرموز المسيحية في جميع الأفلام والمسلسلات وين بطل الفيلم يكون في مثلا صدر صليب بالشارع يتكلم بس يختارون مكان يكون خلفه فت كنيسة مبينة أو يريد يختلب صاحبه فت سير فت شي فت كذا يكون في قاعة كنيسة مثلا أو إذا فت مكان مثلا يحتاج إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى هذا الصليب الذي يرسم على وجههم وكذا زين إذا شفتوا بعد هذا الكلام فيلم أو مسلسل أو كذا بهذه النظرة تشوفون مليئ بهذه الرموز المسيحية لكن بشكل طبيعي أوتوماتيكي أنت اللي ما تشوف ها ما تلتفت بس تيدخل في لشعورك وكذلك أفلام الكارتون أكو شركة كما نقلت سبعين خبير نفسي موجود فيها إشلون هاي الأفكار الغربية اللي عندهم يقحموها في أفلام الكارتون حتى هذا الطفل لمن يشوف هالشكل يقصف عقله وفكرة بهذه المفردات اللاشعورية يعني هو ما يشعر الآن بها لكن إذا تدخل في مخ وفي عقله وفي فكرة وتأثر على سلوك فيعني القضية مو قضية سهلة وكذا لا قضية جدا صعبة لكن الامتياز اللي موجود أنه إحنا إذا اشتغلنا لأنه هذا الحق رح ينتصر الله عز وجل هم يؤيد إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم الآن خاصة في العراق بسبب ممارسات النظام البائد خاصة في الأماكن البعيدة الأمية الدينية متفشية منتشرة يعني أبسط الأمور اللي هي يعني أبسط الأمور اللي هو الصلاة يعني فالشيء اللي كل واحد مسلم لازم يكون يعرفه وكل يمارس الصلاة خمس مرات أو أكثر يعني حتى هاي مسائلها كثيرها ما يعرفو فما بالك بالنظام الإسلامي بالثقافة الإسلامية بالأخلاق الإسلامية بالآداب الإسلامية زين والطرف المقابل هم عنده أدوات يجيبها منك أكو قصف فكري وأيضا بتأسلوب اللي براقة وجذابة تغر تغر الإنسان وتخدع أمير المؤمنين عليه السلام يقول الدنيا تغر وتضر وتمر يقش مر يخدع ومن طرف المقابل ماكو شي إلا القليل لكن هذا القليل إذا كان ضمن ترتيب منظم على كل حال بأسلوب مناسب راح يكون هو المؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى الله عز وجل في القرآن يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوافقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وأن يوافقنا وإياكم للتبليغ الديني الصحيح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تسكي نفكر تسكي نفكر تسكي نفكر